يعني من الصعب جدا في ظل هذا النظام السياسي الحديث عن عملية ردم الهوة أو استعادة الثقة مع الطبقة السياسية على الرغم أنه في الوقت الحالي تحاول هذه الطبقة السياسية استعادة الثقة بالجمهور من خلال تقديمها لصورة السيد السوداني على أنه قادر على عملية الإصلاح وتقديم برنامج حكومي يستند على أساس حكومة الخدمة الوطنية لكن فأعتقد أن النظام السياسي في الوقت الحالي غير قادر على إنتاج عملية إصلاح حقيقية خصوصا في بنية النظام السياسي يعني وبالعكس أنا أعتقد أن طبيعة النظام السياسي أوصلنا إلى نهايات مزدودة في عملية الإصلاح يعني في ظل هذا النظام السياسي وخصوصا بعد أنه تعديل قانون الانتخابات والعودة إلى النظام سانتيغو المعدل ومن ثم العودة إلى انتخابات مجالس المحافظات وأيضا اعتماد على الآليات القديمة في الحكومة هذه الآليات العقيمة التي تتمثل في أنه نظام المحاصصة والتوافق السياسي أعتقد أنه في ظل هكذا شكل نظام سياسي تكرست فيه هذه الآليات من الصعب جدا تحقيق عملية إصلاح حقيقي وإصلاح خصوصا في النظام السياسي وبالتالي تبقى لهو قائمة ما بين الطبقة السياسية وما بين الشعب العراقي خصوصا أن هذه الطبقة السياسية ما زالت لم تتخلى عن مصالحها الضيقة والحزبية والفئوية والإثنية لصالح المصالح الوطنية ما زالت المحاصصة السياسية قائمة وهي التي أنتجت لنا الفساد الإداري والفساد المالي وفي نفس الوقت هناك تدافع هذه القوى السياسية والتزاحن فيما بينها للتمدد في داخل الدولة وهي كما أشرت في بداية حديثي تعول على ما يقدمه السيد السوداني من إداء حكومي مختلف عن باقي الحكومات